شاهدين الكرام الآن جاء موعدنا مع أخبار المال والأعمال لنشرة التسعة أخبار اقتصاد وليلة عمر ليلة شكرا محمد شكرا أبا وننتقل لمتابعة أهم آخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التسعة اجتمع مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية عقب إعلان نتيجة الانتخابات لتحديد الهيكل الإداري للاتحاد حيث تم اختيار أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق رئيسا للاتحاد وأحمد إكرام نائما له يعد هذا هو أول اتحاد لسوق المال المصري صدر بقوة قانوني 95 لعام 1992 ليكون أول مؤسسة رقابة ذاتية تمثل السوق المال والأوراق المالية وأدوات الاستثمار وهو مجلس منتخب من السوق ويعمل على تطوير سوق المال المصري ويراقب ويرخص لأعضائه ويعمل على تطوير البورصة والعاملين في قطع الاستثمار شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشاركة الاستراتيجية لأعضاء تحالف بريكس المقام في مدينة نوفو سيبرتك الروسية بمشاركة أكثر من 15 دولة وخلال جلسة المنتدى تم مناقشة الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة في المنتدى بشكل عام وأعضاء البريكس خصوصا وذلك في ظل دعوة مجموعة البريكس لانضمام أعضاء جدد على رأسهم مصر قال وزير مالية جنوب إفريقيا إينو جودونغوانا أن مجموعة بريكس لن تتطلع إلى استبدال أنظمة الدفع الدولية بما في ذلك سوفت ولكنها ستدرس إنشاء نظام من شأنه تعزيز التجارة بالعملات المحلية وأضاف أن إنشاء عملة مشتركة لمجموعة البريكس وهي الفكرة التي طرحها بشكل خاص الرئيس البرازيلي لولادا سيلفا لم تكن على جدول أعمال وزراء المالية خلال الاجتماعات مضيفا أن تنفيذها سيكون إشكاليا أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام من ناحية أخرى أنهت البورصة وتعاملات الجلسة النهائية نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب بينما مال التعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيها وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه هذا وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 18.207 نقاط كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 6 من 10% ليغلق عند مستوى 3700 واثنتين نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 55 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 5443 نقطة أما في أسواق البترول العالمية فانخفضت أسعار النفط مع صدور بيانات اقتصادية مخيبة للأمال من اقتصادات رئيسية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كالمة جورون باول رئيس مجلس الاحتياطي للتحدي بحثا عن أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة هذا وهبط خام برينت بنسبة 2 من 10% إلى 83 دولار فاصل 2 من المئة سنت للبرميل كما ترغع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 3 من 10% إلى 78.65 دولار للبرميل بينما ارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 46 من المئة في المئة لتصل إلى 3.11 دولار للتر هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22 من المئة في المئة لتسجل دولارين واربع واربعين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطالية أعلنت وزارة التقارسية أن كمية انتاج المنتجات النفطية في البلاد تفي بالكامل الطلب الحالي على الوقود مع الأخذ في الاعتبار إعادة توجيه بعض صدرات البنزين والديزل لبعض الأسواق المحلية إضافة إلى استغلال المخزونات وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن هناك نقصا في الوقود في أنحاء روسيا حيث أدى تراجع قيمة الروبل لزيادة ربحية الصدرات مما سهل عمليات الإندادات للخارج موسيقى ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لأدى ومحمد إليكم من جديد شكرا لك يا ليلى